مساء النور لبنات مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم المتتبعين الجدد اليوم جبتكم مصفى سهلة وبسيطة ومع كل اسرار نجاحة حالي هي المورنغ سويس ان شاء الله بربي تعجبكم وان شاء الله بربي طريقة تكون سهلة ومفهومة نبدأ الان في مقدير التحذير نحتاج هنا الى 100 غرام من بيض البيض 200 غرام من السكر وفانيليا والوز للتزي نبدأ في طريقة التحذير هنا نضرو بيض البيض هي المقادير مش لازم تتقيدوا بالمقاديري يعني لازم البيض يكون ضعفوا السكر نضرو هنا 100 غرام بيض البيض ونضرو 200 غرام سكر نخلطهم تخيبيا وفيات الى اثناء نكونوا موجدين احنا ماء يغلي بيش نضروهم في حمام مائي شرط انه في الحمام المائي ما لازمش التمس الوعاء هذا بالماء بيش ما يطيبش معنا البيض ولا نحطهم هنا في الحمام المائي ونقعدوا نحركوا فيها الى كان عندنا ترموماتر لازم نلحقو الى 55 درجة الى ما كانش لازم نديرو يعني نديرو تست بالاصبع لازم نلقو السكر تعنا ذاب تماما نحوها من فوق البخار ونبدأ ونضربو فيها مباشرة على اقصى سرعة عندنا حتى تبدأ تتماسك ويضعف حجمها بهذه الطريقة وبعد راح نزيدو لافاني لازم نتابعو يعني عملية الخلط حتى يبرد معانا الاناء تماما يعني حتى نمسو الاناء نلقوها بارد ولا وراح نتحصلو على منقر العصفور ولا هنا المرنج تعنا رها جاهزة حنا نديروها في بوش مباشرة ونشكلوها على الورق الزبدة ولا يعني اشكال كما حبيتو هنا الفرن تعنا لازم نكون مساخنين ومنقبل على درجة حرارة 100 درجة او 90 درجة يعني نطيبوهم في فرن الغاز العادي فقط لازم يكون باب الفرن مفتوح قليلا ونخلوهم يطيبو الى من ساعة الى حتى ساعة ونصف ديبون الحجم تعلم المرنج اللي درناهم الى كانوا صغار راح نيدو من 45 دقيقة الى ساعة الى كانوا يعني حجمهم كبير راح يدو ساعتين فما فوق هنا التزيين انا زينتهم بقليل من اللوز التزيين هنا راح اختياري وبالنسبة للالوان يعني اللي حابنا ندرهم لونين لما نطلعوا المرنج تعنا نضيفوا الالوان كما حبينا يعني منضيفهم شقبل حتى تطلع معنا المرنج هندخلوها الطيب ورح نشوفها في ساحن التقديم هذو هما الامرنج تعنا لما طابوا يعني انا اخذوا معايا ساعة في الفرن انتموا على حسب ذوقكم الى تحبوهم مقرمشين لازم تخلوهم يعني وقت طويل الى تحبوهم يعني يكونوا معلكين من داخل خلوهم 45 دقيقة او اقل يعني راكم راح نشوفوا احنا نعرفهم طابوا لما نرفضوا الحبة وتتنحى فاسي المو من الورق الزبدة هذو من داخل يعني يجو يذوبوا في الفم من داخل ومقرمشين من برا ان شاء الله بربي عجبتكم الوصفة ومتنسوش النصائح اللي قلت لكم عليهم وكلا عادة بارتاجوا القناة وفعلوا الجرس بشيء لحكم الجديد ونتلقاوا في وصفات اخرى ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة